هذا وأعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية مركبة أمس في رفح بعد استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين قرب مدرسة الشوكة شرقية المدينة وأفادت الكتائب في بيان استهدافها القوة بتفجير عبوة رعدية وقتل أربع من أفرادها وإصابة آخرين إضافة إلى قنصها جنديين من قوات النجدة ومحاولة أسر أحد الجنود قبل أن تقتله قوات الاحتلال وفقا للقسام في الأثناء أعلنت القسام استهداف جنود متحصنين داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الشوكة واستهداف دبابة مركبة بقذيفة الياسين 105 في مخيم يبنى برفح